بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستخدم العشان نريح نفسنا وحتى باللغة اللي تريحنا سواء انت مش فاهم لغة انجليزية كويس او عندك اا يعني ضعف في بعض الجومة الانجليزية اللي تقدر تستخدمها عشان تعبر بها عن اللي انت عايزه تقدر تستخدم اللغة العربية تماما فهنعمل ده برضو بمثال حي مع ملفات اللي احنا عملناها فهنمسح الملفات القديمة في اللغة الانجليزية وبكل بساطة ممكن ااخد من كل الملفات واروح اعمل لها في اللغة او في فولدر اللغة الانجليزية عفوا هنا في ايكو طيب خلينا نجي هنا اقول باست جوة الايان وهنا عندي ده وده وده في خطأ واعتفيه فبالتاني ملف زي كده انا ممكن اناقضي اروح للا اي اي زي كل اللي هقوله له مسلا ترجم لي القيم باللغة الانجليزية في هذه المصفوفة بالعربي مسلا عادي وادي له الكلام هو يبدأ ياخده وزي ما احنا شايفين كده يقدر يترجم لنا اللي احنا عايزينه ببساطة اعمل copy اجي هنا اعمل paste خلاص كذلك الامر ممكن اجي هنا واختصر عليه واقول له دول بالبلد كده ودول كمان في حاجات كتيرة زي ما انت شايف كده copy paste وممكن ناخد برضو دول ونيجي هنا برضو نقول له ودول كمان بالبلد كده حيفهمك متلاقش فبالتالي الميزة هنا ان الاي اي هيوفر علينا مسلا وقت انا لو عادت ترجم الحاجات دي كلها ممكن اخد لي نصف ساعة مسلا برضو هنا حديله برضو كده فرضنا ان انا روحت جاي حاطط له بس المصففة كده هياخدها ويترجمها برضو فبالتالي انا هنا بعمل اي انا بيريح نفسي عشان في المستقبل اقدر اشتغل بسرعة وانتج بسرعة فبالتالي زي كده برضو ااخد copy واعمل paste وبكده اكون ترجمت كل الملفات بتاعتي فياقل من دقيقة نقف لحد كده انا نكمل في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته